وضعك العاطفي مش مستقر يا قوس الوضع العاطفي مش مستقر عندك خالص خالص وبدون سبب وبدون داعي انا مش عارفة المشاكل دي جاية منين القوس حاسس ان هو مهزوم في العلاقة انه هو مش ماني مركزه كده فاهمن قصلي انه شريكه يعني مش هقول مستدفاهه مش مديله امته اللي هو عايزها فاهمن قصلي نفسه يبقى عنده السلاح العاطفة والعقل مع بعض انه هو يعرف يمشي دي اتنين مع بعض تقريبا القوس يبي يشغل ده يده يعني هو عنده يده يده معرفش يشغل الاتنين مع بعض فنفسه يشغل الاتنين مع بعض عشان يعرف يتعامل مع الشريك ده queen of wands نفسه يكون قائد اكتر في العلاقة حاس ان هو مش قائد مش قائد ومش بيعرف ياخد اللي هو ان هو يبادر بحاجه مش عارف يبادر يمكن يكون الشريك اللي معاك يقوس برجه قيادي قوي فمؤثر عليك مخليك مش عارف انك انت مش مديلك المساحة بتاعتك فاهم قصلي بس انت شايف شريكك ازاي شايفه عيله سعيده بيمدك بالعيله سعيده لو انتوا لسا ما ارتبطتوش فانت شايف في العيله يعني العيله المستقبلية انت شايفه فيه صورة حلوة جدا شريكك عايز ايه؟ شريكك اما محتاج اجازة ان هو يطلع اجازة معاك او ان هو لو انتوا لسا ما اتمنتوش الجواز انه يحصل الفرح وتحصل الخطوبة على الاقل عايز يرتبط بك نفسه في ايه؟ الغريب قوي ان الكارت ده يظهر بالحته دي هو حاسس ان انت ظلمه على فكرة او حاسس انك انت مش فهمه صح انت مش مقيمه صح نفسه تفهمه صح انت مش فهمه لسا شايفك ازاي شايفك شخص بقدم كتير اوي بحب جدا وبيقدم كتير اوي معنى هو شايف ده معنى ان هو مقدره فدي نقطة كويسة جدا لكن الطاقة ما بالكم يا قبوس عاملة كده بصوا عاملين ازاي؟ دي خناءة في شارع دي خناءة كبيرا يعني خناءات كتير كتير كل شوية خناءة طلعهم من خناءات خش في خناءة طلعهم من خناءات خش في خناءة ليه كل خناء ده؟ ما يعني ما تماشوا الدنيا يعني ابسط من كده شوية دلوقتي ممكن تكونوا في حال التوازن الشهر ده بس مش هيستمر كتير يعني انتو في عندكم بصوا عاملين زي موج البحر كل يوم بحال يعني تتصافوا وتتخنقوا وتتصاحوا وتتخنقوا نصيحتي ليكم بجد لو الخناءات مشيه برنامط ده خدوا بريك يعني مش بريك من بعض خدوا بريك مع بعض خدوا بريك من مشاكل وحاولوا تعملوا حاجة تساعدكم وانتو الاتنين مع بعض كل شوية خناء طيب ما انا شايفه معانا لاحظت خدوا بريك بس كده وحاولوا تروحوا حتى مكان هادي تتكلموا فيه تتلعبوا فيه يحملوا اي حاجة فيها مرحة فيها حاجة كويسة كده حيقربكم من بعض بس انا بقولك لانا شايفاء ياقوص شريكك شايف انك انت مش فهمه صح مش مقيمه صح هو مش مش شديد عليك بالشكل ده او هو مش شخص عنيد او عنيف بالشكل الفضيع ده انت ممكن تكون مزودها شوية يمكن الله اعلم عموان في كلتا الحالتين انتو بتحبوا بعض الحب واضح هو شايف حبك ومقدره وانت شايفه العيلة والامان والسعادة العائلية فهتعدي الناس اللي هيسألوني هنسيب بعض لا ما حدش هيسيب بعض هتفدوروا كده تتخانوا وتتصالحوا وتتخانوا وتتصالحوا بس مافيش مافيش حد هيبعد ومافيش حد هيسيب التاني ان شاء الله مكملين وحتصلحوا كل الحاجات اللي بينكم السغننة دي حاجات سغننة كلها شهر ده انا خطيبه كويسين جدا بس افتري مشاكل نايمة طيب كويس يا دنيا اه مانا شفت فيه حالك التزان بس مش يعني ان شاء الله تضوم بس انا شايف انه الموضوع فيه تأربح جامد جدا احكي معي من شهرين عشان يا خناء والله كتير عنيه ده مع هو عنيه انتو الاثنين يعني بتعندو ده اوحش حاجة لعنات ده مش عاجل ده اخته وخناء الشريك مزاجي اه حلو قوي السناجل زي ما هما يا مريم مكانك كله مكانه بيش جديد لا جديد الشهر ده كنت هقولكو ايه مفيش حدا هيسيب يعني اتخنقو زمنتو عايزين العلاقه متملة ومفيش مفيش بوعد ومفيش اي حاجة من الحجات ده الخارس حانا فانا كنت شايف اخناه وقرار انه يبعد فترة مفيش منعيه هدير لو ده حيدي هديكو بريك شوية وحاشوا بعض وتعرفوا قيمة بعض وغلاوة بعض عند بعض مش مش مشكلة يعني انا الموضوع بريك ده بالنسباني مش مش ازمة بالعكس بيبقى كويس قوس مش عارفة ده صح ولا غلط يعني ايه مش فاهم اسؤالي كانو اوكي ما احترامي قوس بس قوس بيطنش الدنيا والله يا امه حسن ده ده يعني دي نعمة عند ربنا لو يعرف فانا دي نعمة كبيرة جدا يا ميمي انا وضع عندي ان هي لسه مش مستقرة الشهر ده مش مستقرة بس مضوع في ايديكو يا جماعة يعني انا بقول لكم مفيش حد هاي بعد مفيش بوعد مفيش انتصار مفيش طلق بعد الشر مفيش فسخ خطوبة مفيش حاجة من الحاجات دي بتمتملين بس بتتخنوا بطير يعني حاولوا بس يعني تتفادوا اسباب اللي بتوصل للخناة بمعنى ان واحد شاف تاني متعصر متعصب ما يقفش في وشه ويقعد يحاول يستفزوا اكتر لا يحاول يبعد يقدر طيب خلاص انت متعصبة دلوقتي انا هسيبك بس لوقتي ما تهديه مش هيحصل اي حاجة على فكرة خالص هتهدى وهتتكلم معها هتلاقيها شخصية طبعية جدا مش مجنونة لكن هتجي تقف في وشها وهي متعصبة هتسمعها كلام مش ظريف ونفس الحكاية الناحية التانية هو داخل متعصب تقفي في وشه وتقولوا حاجات نرفزه اكيد هتتخنقوا شايفان بزعبت خلاص تاني شوي حبيبي مع شكلك متعصب دلوقتي نتكلم بعدين الموضوع مش ضروري يعني يتأجل فاهمين قصدي عشان تتفادوا الكلاش ده فاهمين قصدي اختاروا بس الوقت الكويس في المناقشات والحاجات دي نشوف بقى ايه الحالة العامة للمجموعة التالتة والاخيرة لبورج القوس ايه ابني صحي لحد دلوقتي يعني انا بجد مش عارف عامة نفسي ايه المجموعة التالتة عندهم ارتباط وارتباط تقريبا شكله جديد خلينا نشوف بس اول حاجة هنا القوس مسك على مشاعره او مسك على حاجة مسك على اهتمام مسك على وقت مسك على فلوس مسك على مشاعر في حاجة مسك عليها بس ده لانه تقرص يعني لو هو مسك على فلوس فلانه هو مقروس وبقى عارف قيمة الفلوس اللي معاه ومش عايز يفتها في مكان غلط ويصرفها في المكان الصح لو هو مشاعر فهو اخذ برضو درس وتعلم كويس من علاقة سابقة ادى فيها مشاعر كتير قوي وخزلي فقرر انه هو ايه يمسك في مشاعره كده وما يديهاش لحد بالسيل وانا اقايد هذا الموضوع ده جدا ما فيش مشكله خالص صح نفس الشخص اللي عند المجموعة الاولى اللي كان اهو الصغير ده العمالي يسحب طقتك الايجابية ياخدها دي ويديك سلبية مكانها ده مؤثر عليك بالخوف محسك بالخوف بيقلقك بش ايداعي للقلق على فكرة صحيح انا مش شايفة تطوف الحالة المادية بس شايفة انه صح الحمده الله كويس انا فيش مشاكل صحيه بس هو في زعل في زعل فيه ندم والندم ده عن قرار يقوس الحيرة نفس فيه قرار انت عايز تاخد بتاخده قرار ده هتندم عليه هتحس ان فيه ندم انت ندمت وعملت خطوه غلط اوكي طيب نتفادي المالات ازاي لو فيه قرارات مهمه ده اخينا عليها الشهر ده اجلوها لو ينفع لو تقدروا تأجلوها حاولوا تأجلوا القرارات دي عشان تتفاديوا الندم ده ده فيه ندم انا شايفة حالة ندم يارب ما تكونش حصلت قرار دي واللي لسه يعني ما حصلتش عنده لو فيه قرار هتقع فيه هيقع قدامك يعني الفترة دي اجلوه كويس طيب ده بقى هنا فيه هي مش علاقه جديده لا اه دي مش علاقه جديده ده ارتباط موجود بالفعل مع القوس مفيش اي جديد عنده شهر ده بالنسبة للارتباطات الجديدة لكن هو بيعامل شريكه بطريقة لطيفة وزريف معي عكس المجموعة التانية ده اللي احنا شفناها ارتباط قوي جدا الناس اللي لسه مرتبطوش رسميا ما عملوش الحفلة بتاعت الخطوبة او حفلة الفرح بإذن الله حتم مرسم الخطوبة والفرح اهي ان شاء الله حتم عندك تحول يا قوس انت كمان واضح ان الارتباط ده هيحول حياتك وهيحول مجرح حياتك يمكن هتبقى اكتر اتزام هتبقى اكتر التزام ممكن في حال في عندك تحول جامد هيحصل في حياتك هتبقى تلتزم اكتر وانا شايفة انه هو التزام وكمان ممكن تكون بتقرب من ربنا حاجة حلوة قوي قوي ارية تحفة هلخصها بسرعة في هنا ماسك على حاجة لو انت مقلل اهتمامك بشريك او او بعيلتك او ان انت تنفق بفلوس خلي الموضوع وسطي شوية بس لو هو عن اهتمامك بعيلتك ارجوك اهتم بهم كفاية في شخص جنبك برضو بيوحيلك او بيدي لك نصيح مش كويسة او بيوحيلك بطاقات سلبية حواليك وانا مش شايفة ان ليها داعي صراحة مسببلك مخاوف اوكي اه في هنا ارتباط كويس بشريكك مرتبط بالشريك اللي معك جدا ومهتم بيه وبتعاملوا طريقة كويسة فيها جنتلنس كده في قرار انت محتار تاخده بس لو اخدت القرار وشكله بتصرعك المعتاد يا قوس هتندم هتقول يا ريتني ما عملت زي ما قلنا فيه هنا اتمام للفرح او الجواز او الناس اللي متجوزين قريدي ممكن تكون اجازة يعني هتلاقوا اجازة مع بعض هتغير من حياتك الارتباط ده اللي حيتم ارتباطهم الشهر ده اكيد طبعا للاحسن هتكون انا شايفة هتكون اكتر التزام ميزان حاضر يا ليلة من عناية يا حبيبتي يا مونار الله يسلمي انتي وحشتيني جدا جدا طيب كده ميزان وجد بيتطلبه كتير دي المجموعة الثالثة يا دينا الحمل يبراتي شوية كده لان انا قريته قردي فعايز اخلص بس الابراج اللي ما قرطهاش وهرجع على الحمل تاني انا قريته قبل الصفحة ما تتقفل وتمسح للاسف حبيبتي يا نورا مرسي يا روح اقا 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 كنت مقلوبة العزراء حاضر 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 مفيش انفصال يا نسرين خالص ولا انفصاله واحده اقا كنت مفيش انفصالات محدش هينفصل قاعدين على قلب بعض البت مفصلش يالحنا الحياه شغلية الحببتي ايمان مفيش رد في اي حببتي لولا ممكن تشوفي ايمان بتقول ايه لان انا كنت في قرية والله ما شفتش الكمن بتاعك خالص طبعا يا وليلي انا منغيب الى الله ونعمة بالله طبعا حمل حنعيده حاضر متى ميزان قريب جدا انا نحاول اختصر بسرع عشان اخلص الابراج كلها بسرع جادي انا شايفها الجادي بطلت كتير الجاوزاء انا قلته يا مريهان على يوتيوب ساعة لما الصفحة كانت مقفولة في الفترة دي ونزلته على الصفحة الجاوزاء هتلاقي موجودة عندك حبيبتي هحاول اقطعه لك وكده وازبطه لك واشير لكم انه التحيات والحاجات دي اوكي طيب يا وليد قلنا لك طيب انه لا يعلم لاي غيبة الى الله تشتم ليه طيب تعالي تعالي انت تعمل لك بان اوكي اوكي طب يلا نشوف الحادرة العطفية بقى اه حاجة خلاص ليه يا هند صح العلاقة السلسية ومحتر اخترني اوكي خلي بالك انك لو ما تصرفتش صح هتخسر الاثنين خلي بالك طيب اهو يجا طلاق بين القوس والميزان فيش طلاق عند القوس خالص يا صاحبة صوب اهو يزيقص طبعا حمل امتى حنعيده تاني يا رحب قريب حاضر العقرب حاضر اهلا بيك يا سعاد وانا احبك صبح صبح يا شيمة ازيك يا رحي عندك وحش جدا ضعيف قوي فعلا يا انجل دي حقيقة الامترنت عندي مش كويس حتى الصورة سيئة الصورة سيئة جدا بعتزر عن اللايب النهاردة فيه مكلمة هتحصل بيني وبنتي ادتا بعد من خلص اللايب مكلمة مش ظريفة طيب يلا نشوف الحالة العطفية للمجموعة الثالثة المجموعة الثالثة بورج الكوس الحالة العطفية من انا سوري موقتش التواريخ ده من عشرة حد 21 ديسمبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم الرحيم أوكي القوس عايز ايه القوس عايز يجمد العلاقة يعني عايز يوسف صوتك القوس عايز يا العلاقة زي ما تقول ايه تقف كده وقف كده وقف هنا كده ثانية واحدة زي ما تقول ايه relentless pause ثانية واحدة كده اه لا فيه اخناقه داخل على اخناقه داخل على اخناقه عايز اتخانق عايز اتخانق وعنده جواه حاجات وعايز صلعها وفيه حاجات من الظريفه شايف شريكو ازاي شايفو شخص كريمي كرمة لو حصل انفصار ان شاء الله فيه رجوعه التاخل ما بينكم فيها مشاكل كتير تعب تعب جامد اوكي شريكك عايز ايه شريكك على وشك يقوم بخطوه لكن متردد من النتايج بتاعتك كويس نفسه في ايه نفسه ساعدك هو عايزي ساعدك تمام شايفك ازاي شايفك ايه شايفك اما مصحور او محسود شايفك كده انت بتتصرف من غير منطق هو حاس انت بتصرف من غير منطق نفسه ساعدك اوكي وانت عايز تخاني شايفين الدنيا عاملة ازاي عادي تاني القص عايزي ايه مش عايزي اعمل حاجة عايزي بزل قاعد كده ويوقف كده العلاقه وايه موقفه اوقفه في مكانك كده منبص كده نشوف اللي بيحصل هنا اوكي خناء عايز تخاني اوكي شايف شريكك شخص كريم شخص كويس شريكك عايزي اعمل خطوه بس خايف من توابعها ونفسه يساعدك الشكل اللي حاجت انتو مرتبطين ببعض ان الحاجة اللي هو متردد يعملها ومش شايف توابعها دي انه هو يساعدك بس خايف المساعدة دي ما تكونش صح شايفك ازاي شايفك مصحور او محسود الطاقة ما بينكم زي ما قلتلكم فيها تعب جامل تعب تعب غير طبيعي اللي عنده اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا حسن نفسوكم من الحسد لما تشوفوا حد اي حد قولوا معاوزتين جواكوا البسوا خرز ازرق حجر ازرق الفيروز حلو جدا للحسد لو الموضوع حسد وشوفوا لو الموضوع فيه سحر يعني الموضوع كبر يعني معدى مرحلة الحسد واسح يعني شوفوا ايه الموضوع بس الشيكك بيحبك يا قوس مش عايز يسيبك وعايز يساعدك دخلين على مغامرة الشهر ده في مغامرة هتعملوها وفي معافاة الله اكبر في معافاة من تعب كانت طويل طويل تعب طويل ان شاء الله في معافاة منها وهتبتدي مشاعر جديدة تظهر بسم الله ما شاء الله انا اشعرت القرية حلوة قوي قوي ما شاء الله القرية افتكر واضحة ومفهومة يا حبيبتي يا اروه يا خلاصي على فنيات العسليات اللي بيعجسوني دولي طبعا يا لا ممكن اولي بصي هو هجبهولي هجبهولي او هصوره وحطه في الجروب ده خلتي الجروب ولا لسه انا هزبط بس الجروب اعملت جروب جديد يا جماعة اسمه اسمه اميرا ايدلبي بنفس اسمي ده اسمه مؤقت يعني وبعد كده هغيره القوس في عمل القوت في عمل طيب خلاص خلاص وصلت المسج شوفي بقى زبطي امور كده لان هو ده نبوز لك العلاقة خاطس هنعمل بقى فيديوهات للبنات بقى علشان هما هنا فيه ولاد طبعا مش عايزين الهابل ده يعود لما نشوف مانيكير والونس والميكوب والحاجات دي بنبقى نعمل لايف في جروب اسمه اميرا ايدلبي دوروا عليه حتلاقوه بحب الخناء بحب الخناء بحب الخناء اوسره انا عايز الخناء ايه ابنت ربنا نجيب خناء ده وجع قلبي اشوف لايك هانا حاضق خدي لايك يا ايمان خدي قلبي طب يا جماعة انا الانترنت النهار ده مش مساعدني ان انا قرأ الاه مجانية معلش سامحوني والله فعلا مسي عبير كلمة كله صح هاي المسيا هلا ايلا بيوتو يا ايمان فروم تينيزيا صح منوراني راح قلبي انا شليك الكوس تعتمينه جدا هو القوس طب ما تشوفي كده يا عبير شكله محسود او او مصحور في حاجه عنده مش صح صحيح كلمة بشكرك يا روز كيمو انا مش عرف انت ابنت ولا ولد بس شكلك ولد اه كيمو ابعت للصفحة بليز تروحوا الشيخ بتروحوا الشيخ يا انا بيباني عندي في الارايات يعني انا ساعات في الارايات بتباني عندي بس انا مش هزا اقولوكو كده عشان ما تبقوش انتوا جايين للارايات عشان تكشفوا على حاجه زي كده لأ ما تجلوش انا تكشفوا على حاجه زي كده بليز اكشفوا عند الناس متخصصين اه شيخ يروحوا الشيخ يشوف في حاجه ولا لا ازا كان في صحر او حاجه معامل الكوري لا صح فعلا اختي كان كده بالفعل اوكي والحمد الله خافوا بقى كويس كويس اول ناجيا عصابي 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 اتخاني داشتان حبيبت قلبي يعني اتليست معفراتك فالذكر حبيبتي ايه اسكوي ربنا كتير وكده واستخفاي كتير وعمي الحاجاتي كلها على فكرة بتزحق وبيق وبيخرج كل كلمك مباشيك يا هلا جدا جدا ده حقيقي تانكيو يا ساسو حبيب قلبي طيب ان شاء الله نعوضها اللايب اللي جاي نعمل اسئلة ليه يا انجل زي حبيبتي الانترنت وحش قوي يا جماعة والله وانا كل ده شغالة بالباقة بتاعت التليفون وحتفصل كمان شوية وزي ما انتم شايفين الصورة وحشة جدا قلتي لي القسمة له بقى انا هقفل يا اسراء وعيدي بقى تشوفي بقى قسمة برالي اسمعي كل حاجة حبيبتي يا ملك حبيبتي تسلميني بقى اخناق وشريكي وشريك نيكا دي بصو لو هو نيكا دي غصب عنه بسبب السحر اول المساعدة والحسد اللي عليه ده معلش عزوري هو مش يعني مش بقى اا مش قاصد هو ما يقسم �ي. بشكرك يا زوزو اوي حبيبه يلا ادمن اهليه قلبك ربنا يجعلك ، حبيبتي يلا اسبكوا على خير انصبحوا على خير وشوفكو ان شاء الله حاول نطلع بكرة نقول ايه بكرة? نقول الطور نقول الطور بقى ولا الجدي نقول الجدي لقى نقول الجدي عشان جدي تطلب كتير قوي 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 نقول الجدي ان شاء الله ان شاء الله بكرة اوكي اشوفك بكرة وحاول اطلع بدري عن كده كمان يلا اشوفك على خير وخلي بالكو على نفسكو باي باي